السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ازايكو حبايا جميل وان معكم مستر رحمة خلف نتكلم عن الوحدة الاخيرة في الجغرافيا نتكلم اول درسة عن نشأة اليابس والماء كيف نشأ اليابس او الماء في الاول لازم نعرف ان اليابس المفروض ان هو الاجزاء المرتفع عن سطح الارض التي لم تغمرها المياه يعني الجزء اللي هو مفوش مياه على سطح الارض ايه همية اليابس؟ اهمية اليابس انه الميدان الرئيسي لنشاط الانسان الانسان بيشتغل على اليابس اتنين مصدر منتجاته الزراعية والحيوانية والمعدنية كذلك ايضا المنتجات الزراعية جاية من الارض الزراعية اللي هي موجودة على اليابس الحيوانات موجودة في اليابس المعادن اللي هي موجودة برضو بطن الارض اللي هو موجود في اليابس تمام؟ اهمية اليابس ميدان رئيسي لنشاط الانسان ومصدر منتجاته الزراعية والحيوانية طيب ايه اهمية المية المية مهمة جدا في حياة الانسان فهي سر الحياة فبدون الماء لا يعيش اي كائن حي سواء كان انسان او حيوان او نبات اتنين مصدر صروات كالاسماك والاسفنج والاملاح واللؤلؤ والاصداف كل هذه الصروات موجودة في المياه هي اهمية تفسر اهمية المياه اقول له مصدر الحياة مصدر صروات كالاسماك والاسفنج والاملاح واللؤلؤ والاصداف لكن كيف نشأ اليابس والماء في نظريات كتير بتتكلم عن نظرية نشأة اليابس والماء من ضمن هذه النظريات او اقرب هذه النظريات نظرية العالم الالماني فيجنر وهذه النظرية تسمى زحزحة الكرات فيجنر علم الماني كان عنده نظرية كان عنده نظرية اسمها نظرية زحزحة الكرات بيفترض ان كرات العالم كانت عبارة عن كتلة واحدة متمسكة ان العالم ده كانت عبارة عن كتلة واحدة الكتلة دي تعرضت للتصدع والانكسار يعني انقصرت الى جزئين انقسمت الكتلة الى عدة اجزاء حتى وصلت لشكلها الحالي وكونت القرات دي النظرية بتاعت العالم الالماني اللي هو فيجنر العالم كان كتلة واحدة الكتلة قصرت الكتلة قصرت الى عدة اجزاء حتى وصلت لشكلها الحالي وقررت طيب مرت عملية نشأة اليابس والماء بعدة مروح اول مرحلة من نظرية العالم الالماني فيجنر ان اليابس كان عبارة عن كتلة واحدة تسمى بنجاية اليابس زي ما موجودت في الصورة اللي قدام ده كان عبارة عن كتلة واحدة اسمها بنجاية وكان الماء يحيط بها من جميع الجهات في المرحلة التانية الكتلة اتقصرت انقسم اليابس الى كتلتين كتلة في الشمال تسمى لوراسيا وكتلة في الجنوب تسمى جندوانا ويفصل بين الكتلتين بحر تسس تمام اما انقسم اليابس الى كتلتين كتلة في الشمال تسمى لوراسيا وكتلة في الجنوب تسمى جندوانة وبيفصل بينهم بحر تسسز اما المرحلة الثالثة انقسمت جندوانة ولورسيا الى عدة كتل واخذت في النمو والاتساع والتباعد التدريجي عن بعضهم البعض الى ان اخذت شكل القراط وهو ما يعرف بنظرية زحزحة القراط اما المرحلة الثالثة جندوانة ولورسيا قعد الاثنين ينمو ويتباعدوا عن بعضهم البعض لغاية ما وقفوا بالشكل اللي هو فيه واخذوا شكل قراط العالم الشكل اللي احنا شايفينه قدام ده والنظرية دي بتسمى نظرية زحزحة القراط طيب ماذا كان يحدث اذا ظل اليابس كتلة واحدة لو اليابس كان كتلة واحدة ما تقسمش كتلتين والكتلتين اخذوا يتباعدوا قال لي لم تتكون القراط بشكلها الحالي طيب اليابس زي ما قلت في الاول هو الاجزاء المرتفعة عن سطح الكرة الارضية والتي لم تغمرها المياه مساحة اليابس من سطح الارض حوالي 29.3% من مساحة الكرة الارضية اما الماء فهو الاجزاء المنخفضة من سطح الكرة الارضية ويغطى نحو 77.7% من مساحة الكرة الارضية يعني انا عني مساحة الكرة الارضية كلها اغلبيتها مية 77.7% اما اليابس هو الجزء الاقل حوالي 29.3% وزي ما قلت لكم كوكب الارض كانوا بيسموه كوكب علمي